في خطوة تهدف لمنع عمليات التهريب والتسلل عبر الشريط الحدودي مع إيران المستمرة منذ سنوات قررت قيادة العمليات المشتركة إنشاء سد ترابي مع امتداد الحدود العراقية الإيرانية بدءا من محافظة ميسان ووصولا إلى قضاء الفاو أقصى جنوبي العراق المسافة 51 كم هذه السدة ستساعد في عمليات تحد من عمليات التهريب والتسلل غير المشروعة ضمن قاطع عمليات ميسان الأجهزة الأمنية والعسكرية شرعت بالمرحلة الأولى لإنشاء السد الترابي في محافظة ميسان لإغلاق أكثر من 183 معبرا لا تخضع لسلطة الدولة وقد تم نشر المخافر الحدودية لإنهاء حالة التسلل والتهريب والعمل على ضبط الحدود بين العراق وإيران تم دراسة معمقة أنه يسيطر على الأبواب ويسيطر على الممرات التي يقع بها التهريب للمخدرات والأسلحة والمواش وغيرها وهذه المنطقة تشكل نسبة كبيرة جدا لدخول المخدرات للعراق بشكل تام إذا ما يتم إنجاز هذه السدة تكون السيطرة ضعيفة محافظ البصرة أكد من جانبه أن قيادات الأجهزة الأمنية في عموم العراق اتفقت على أهمية إنشاء السد الترابي على الحدود بين البلدين لمسافة 190 كم في البصرة لوحدها وبمحاذاة الضفة الغربية لشط العرب لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد السدة الترابية ذو طابع أمني ابتداء يعني الموضوع قر في مجلس الوزراء ووزع على بعض الوزارات وأيضا حصة لمحافظة البصرة ووزارة النفط وهيئة الحجد الشعبي وقوات العسكرية ووزارة الدفاع لمقاطع متعددة لأجل مثل ما تفضلتي نصب كاميرات ومراقبة الحدود النهرية البحرية للحد من عمليات التهريب وأيضا لممكن أنه سيطر على الحدود وبسبب طول المسافة الحدودية بين العراق وإيران وصعوبة تأمينها وجد مهربو المخدرات ظلتهم في تهريبها عبر العديد من المنافذ غير الشرعية وتوزيعها في العراق ما أدى إلى تفشيها في البلد من منطقة رأس البيشة في قضاء الفاو جنوبي البصرة إلى ميسان خط تهريب المخدرات من خلال استغلال عصابات التهريب للفجوات والأماكن الهشة أمنيا بما يؤكد مختصون أن قرار إقامة السد الترابي سيحد من عمليات التهريب لكنه لن يقضي عليها نجاح العابدي الحرة ميسان ميسان